دي تمرين النهاردة في النادي الأهلي على طول الأهلي شايفين اللعيبة هادية حتى ويعني فيه ابتسامة كده خفيفة وفيه تركيز عند اللعيبة والأهلي مر بالمواقف دي كتير ويمكن زي ما قلتلكم قبل كده الأهلي يعني في نهايات أفريقيا نهاي دوري أبطال أفريقي أكتر من مرة كان بيعمل نتائج أوحش من كده في المباراة الزهاد وبيروح في المباراة العودة وبيكسب خارج ملعبه كمان زي ما انتوا شايفين الكل مركز طبعا مبارح يعني اللعيبة اللعبة المباراة عاملوا النهاردة ريكوفري أو استشفاء دي طبعا زي شايفينه فخري ورمي ربيعة وحراس المرمى لطفي علي لطفي وشوبير ومحمد الشناوي اللعيبة اللعبة اللعبة الماتش بتعمل ريكوفري أو استشفاء تدريبات بس انهم يعني علاجية كده واستشفائية عشان طبعا يضيعوا الإجهات بتاع الماتش مبارح ويستعيدوا حالتهم البدنية التانية واللعبة اللي ما لعبتش بقى بتعمل تمرينة قوية عشان ده حمزة علاء حالس المرمى صحيح مش ده حمزة علاء ولا ده مصطفى مخلوف ده حمزة علاء فأعني الكل جاهزة هو مش انه وانا شايفه كمان هو بيتمرن تدريبات حراس المرمى طبعا ده اللعبة اللي ما لعبتش مبارح السولية وشريف شريف لعب فترة صغيرة جدا ده محمد أشرف وكوكا وكريم الدبيس ده اللي وره صح؟ وطاهر محمد طاهر يعني الكل بيستعده هون شاء الله وفيه جدية بإذن الله وفيه استعداد ده تاريخ خالد عبد الفتاح اهو والضاوي ده كريستو اللعب الضاوي وكندوسي اللعب الجزائري في الأهلي فالكل ان شاء الله خيره واللعب اللعب الضاوي كهرباء ومراونا عطية بيعملوا تدريبات خفيفة كده عشان يعني بفيه استشفاء واللعب ترجع لحالتها مرة أخرى